بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضر الرقم 13 من مساق discrete math واليوم هنبدأ في باب جديد اللي هو logic theory أو نظرية المنطق المواضيع اللي هنأخذها اليوم هنحكي على proposition compound proposition والأدوات أو الoperator اللي هنستخدمهم في compound the proposition هذول هما هنشوفهم بالتفصيل وبعدين هنطرق لحاجة اسمها truth table وآخر شي طبعا هنشوف مع بعض exercises كتير لاتغطي كل النقاط هذاللي هنشرحها خلال المحاضرة بالتفصيل كلمة proposition logic طبعا هو branch جزء من علم اللوجيك وعلم اللوجيك احنا بنستخدمه الاستدلال بشكل منطقي للحصول على نتيجة منطقية بناء على معطيات معينة يعني التعريف بشكل عام لكن احنا في عالم proposition logic هن نفس المبدأ احنا هنستخدم هنا احنا given هكون معطى معانا mathematical statement أو mathematical argument وحنستخدم احنا rules معينة تقنيات معينة عشان نحاول نثبت بشكل منطقي انه هادي الماثماتيكال statement أو الماثماتيكال argument هل هي valid ولا invalid هذا هو جوهر موضوع لproposition logic من تطبيقات logic اللي هو طبعا هنشوفها خلال الفصل القادم اللي هي تصميم منطق الحسوب بكيف بتهم موضوع design للوجيك circuit طبعا في معطيات لكن هادي هي اللي هتكون عنا هنمر عليها بالتفصيل ان شاء الله خلال الفصل القادم حكينا احنا branch اللي بيتعلق من proposition اللي هو طبعا the simplest form وهذا الاريا أو المنطقة هارت بتعامل مع مين مع proposition يعني لما نقول proposition logic هذا فقط يتعامل مع the proposition السؤال هنا ما هو the proposition the proposition عبارة عن جملة statement جملة خبرية طبعا قيمتها اما true or false طبعا التعريف فانتها statement عبارة عن جملة وهذا الجملة طبيعتها مدام جملة خبرية يعني هي بتصف شيء معين أو بتحكي حقيقة معينة في حاجة يسمها true value اللي هي القيمة الحقيقية للبروبوزيشن يعني للجملة هاي أو للستيتمن اللي هي اما هتكون true or false طبعا ايه but not both طبعا نشوف مع بعض نوضح ايش قزنا بالبروبوزيشن هنا proposition examples امثلة على البروبوزيشن اولا تفقنا ان البروبوزيشن هي جملة خبرية لا تقبل انها تكون صح وخطأ بنفس الوقت هي لازم تكون اما صح واما خطأ نيجي مثلا هنا نقول 2 زائد 3 يساوي 5 هل هذي proposition هتقول نعم وتروز فالي تعدها true لانه بالفعل 2 زائد 3 يساوي 5 وتروز فالي تعدها true 5 ناقص 2 يساوي 1 نعم هي proposition هي جملة خبرية لكن لتروز فالي تعدها false 1 زائد 0 يساوي 1 نعم هي جملة خبرية وكمتها ايه او لتروز فالي تعدها true لكن لما نقول مثلا كلمات happy new year happy new year هذي طبعا ليست proposition لانه هل هذي true or false مفيش مش منطق ان نقول true or false يعني واحد بيعمل لك وشيز او يعني زائد good morning happy new year happy birthday شون قوله true or false طبعا ما بيزبطش فبالتالي هي not proposition نيجي مثلا نقوله x زائد 3 يساوي 7 نفس المبدأ هذي ليش not proposition لانا مش عارف قيمة x x هنا هتتغير ان تغيرت x لقيمة معينة هتعطينا مرة true ومرة تعطيني false انا تطني قيمة ثاني هذي بنفعش اقول عنها ايه proposition بنفعش انا استخدم proposition logic على جمل غير ما تكونش proposition لكن متى هاي بيصير proposition دلين مثال تحت يعني نلاحظ احنا قولنا x زائد 3 يساوي 7 and لاحظ 4x بساوي انا محدد هنا قيمة x فصرت عندي x زائد 3 يساوي 7 في الحال هذي اصبحت ايه اصبحت proposition وغطت نلقيمة مين true لكن لو غيرت قيمة x هنا لتلات عنا حين x زائد 3 يساوي 7 فور x يساوي 3 نعم هي برضو proposition لكن true value تعطيها false طيب مثلا جملة كايرو is the capital of ايجيبت proposition قد تكون true or false لكن لما تقول كلمة الوش is happy new year لما تقول جمل فيها متغيرات لما تقول فيها السلة what time is it how old are you what's your name أو نظام الاوامر زي read this woke up stand up هذي كلها طبعا جمل لا يمكن تكون ايه proposition لانا لا تحتمل الخطأ أو الصواب لكن today is a friday هذي جمل الخبرية قد تكون صح أو خطأ the sun will rise tomorrow we eat candy خالد taller than خالد is taller هذي is taller than علي فش مشكلة لعنا واضح لأن نعرف خالد وحنعرف علي بنا كتبين ومكتبة اللتر والأسماء وطبيعة الحال معرفة لكن لما نقول له مثلا he is a good man هذي ليش not proposition لأنه مش عارفين من هو هي يعني مين هو هي ممكن يكون good man أو مش good man نحن مش عارفين مين هو هي اما لو تقول خالد is a good man أصبحت proposition لو قلت لأحمد is a good man صارت proposition وطبعا حينيتها true or false نفس الشي قصة ايهوب حد من من تابعة لعالم الوشز أو الأمنيات طبعا لها لا تقبل ان تكون true or false طيب امثلة هنا بشكل سريع مين من هذول proposition مين هما not proposition هذي اما is the capital of jordan طبعا واضح ان هذي proposition هذي جملة خبرية والقيمة تعدها true value تعدها اللي هو true 2 زائل 3 وصاو 5 نعم proposition والthrough value تعدها true وهاي طبعا true 5 وسبع ساو 10 هي proposition لكن ايش true value تعدها false x x 2 يساوي 11 هذي ليست proposition لانو ما بعرفش انا قيمة 2 x answer this question نفس ونظام الامر زي answer this question walk solve الى اخره هذي ليست proposition نظام الامر do not pass go برضو نفس الشيء ليست proposition what time is it ليست proposition there is no had proposition وهذه true or false حسب اللي انت بتشوف منها لكم تاخد واحد منهم اما هي proposition 4 x يساوي 5 ليست proposition لانا انا عندي هذه قيمة مجهولة قيمة x the moon is made of green cheese طبعا هذا proposition وطبعا true value تعدها اللي هو false 2 ان اكبر ويساوي المية هذه ان متغير ما بعرفش قيمة فبالتالي هي not proposition طيب طبعا احنا هيك وضحات شو معنا كلمات proposition الان احنا اللي حكينا عنه في كل الجمل هدول بنسميهم simple proposition هي مكون عبارة عن one statement جملة واحدة لكن انا ممكن ان احصل على compound proposition اللي هو proposition مركب بنسمي وانحنا كيف بنبني are constructed from other هنستخدم اللوجيكال operator منها عشان نوصل multiple proposition مع بعض يعني نعمل بينهم and or x or الكلام هنه زي ما احنا هنشوف طبعا فبقول لي احنا قبل ما ننضي في عالم compound proposition كل proposition بننصير نعطيه label نعلمه عن طريق متغير وبنفعش كل شوية ذكرلك نفس الجملة فخلاص انا هبدأ اكررك true value لproposition اما true او false اذا كان true هنرمز له بالرامز capital T واذا كان false هنرمز له بالcapital ترقف بكل بساطة الموضوع نبدأ الان نشوف مع بعض واحدة وحدة كيف هنستخدم من اللوجيكال operator نبدأ اول شي في negation تاع النفي اللي هي النط لاحظ الان النط ما بتحتاج to proposition عشان نربط ما بينهم هادة بتكون ملحقة او تابعة لproposition واحد وهادة اما التنفي يعني اذا كانت اللي عندي الجملة اللي هي الproposition النط هتنفي كيف بيصير عنده عملية نفتة على الproposition هذا هو symbol تاحة او ممكن طبعا يكون other symbol زي ما انت شايف زي كل حسب الموضع تاو لكن احنا هنشوف في الكورس تاعنا هنا في موضوع logic هادة هو simple اللي هنعتمده هتلاحظ في logic design هنستخدم طبعا غير النط اللي زهان كتب ثانية او مثلا زي عندنا في البرمجة جافا هادة هي رمز النط الى اخر ولكن كل هم ايش ليهم نفس المعنى ونفس الدلالة بقول انا بي بنسميها ايه النط بي طيب نشوف مع بعض امثلة هان وبقول لك اللاحظ التروز فالو تاعت النقاش او بي اللي هتكون the opposite عكس التروز فالو تاعت بي كلام واضح يعني مثال لو احنا اعطيناك يعني احنا نعطي مثال هنا قيل بي هي عبارة عن البروبوزيشن كايرو از البروبوزيشن صح والفالو تاعت التروز تاعت ايه true الان لو عايزين نجيب negative البي يعني النقاش للبي ايش هتقول اكس للجملة هاي ممكن تقول الخيار الاول زي هيك نقول انه او الخيار التاني وهو الابسط انت تقول كايرو از نط يعني انفي ليا كايرو از نط د كابتال في ايجيب اللي اللاحظ كايرو از د كابتال في ايجيب هي بروبوزيشن طبعا والتروز فالو تاعت ها true لما انا نفيت هان هادي هان كايرو از نط د كابتال في ايجيب هل هي بروبوزيشن نعم لكن التروز فالو اصبحت ايه false فبالتالي النيجيشن هان بيعكس لمن اللي هو التروز فالي طبعا الكلام هذا موضع لنا في التروز تيبل الكتير مهم لان هذا يتضح لي آلية عملية آلية عمل اللي هو التول او الوبريتور تاعنا هان لو كانت بي طبعا هدا هتكون نقط بي العكس تاحها فهدا از كان التروز بتاعت true هتصير ايش false واذا كانت false يعني معكوس المعكوس نفي النفي يعني لو جينا على الجملة هنا كايرو لنفرض انه هادي كايرو هادي الجملة هي الان اصبحت هي مين هي مثلا هي البي 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 الجديدة خلاص الان هادي proposition وال value تاعتها او التروز تاعتها false ايش النفي تاحها النفي تاحها اللي هو نفي النفي يعني هنشيل كلمة مين الناط فحتسير كايرو is the capital of ايجب برضو اجين هي proposition وال true value تاعتها هتسير يعني كانت false حتسير true طبعا كله بناء على true table اللي احنا شايفين هان هذا بخصوص مين موضوع النجاشن يعني جينا مسلا الجملة هات قال find the negation of the proposition P earth is اشعك سادي طبعا نقول earth is not round بكل بساطة هات امثلة هان زي هين للتوضيع طبعا هات امثلة مباشرة قال لي ايش النجاشن تاعت له proposition التالية may has an mp3 player may does not has an mp3 player عنا فيها 2 زائد 1 يساوي 3 2 زائد 1 لا يساوي 3 the the summer in maine is hot and sunny the summer in maine is not hot and sunny بكل بساطة طبعا نمشى هنا هيك وانا تمنا مشي لانا كله نفس الفكرة لكا مسلا عايزة التطرق للموضوعات تاعت الشق اللي هنا قال لي I walk at least 10 كيلومتر لان هاده طبعا هاده مين نعتبرها هاده هي ال-P تاعتنا سؤالنا هنا ايش هو negative P فحتقول لي عنا ممكن واحد طالب يقول I I do not I do not تمام I do not walk يعني نفيها I do not walk ايه at least 10 كيلومتر هاي نفيناه وخلاص في طريقة تانية ممكن نقول وهذا دعيزة التوضيح شوي تعالي نوضحها احنا هان انه كلمة هنا I walk لاحظها كلمة at least هنا يعني فيصلية او جوهرية بالجملة هاي كلمة at least معناها انه يعني اكبر ويساوي 10 كيلومتر صح ولا لا كلمة I walk at least انا بمشي على الاقل 10 كيلومتر على الاقل 10 يعني من 10 كيلومتر واطلع فمعناها انه I walk اكبر ويساوي طب هاده ايش عكسة لو عايزيني فيها اللي هو الاقل فممكن انت جاوبني وتقولي I walk less than 10 كيلومتر فبالتالي اذا كانت هاده صح برضو الجملة التانية النفي التانية اللي هي الجملة التانية ها يعني لو انت جاوبني هاده I do not walk at least 10 كيلومتر صح ولو قلت اللي هانه I walk less than لان هاده معانه less than لتحت I walk less less than 10 كيلومتر طبعا ايضا ايه صحيح فش ادنى مشكلة واضع ليش مسلا الجملة الأخيرة هانا لما قلنا هانا all of us will pass the score كلنا راح نتجاوز او ننجح بهذا المادي طبعا نفي تاعتها not all of us للعكس تاح او all of us will not pass the score هي معاناها لا هو الادق not all of us لانه هنا التركيز على كلمة all not all of us will pass the score not all of us will pass the score ولاحظ هنا كلمة not all of us معاناة انه some of us فعليا will not pass the score يعني انا مثلا احنا بالاول بنقول احنا كلنا راح ننجح بهذا المساق النفتاحة مش كلنا راح ننجح في هذا المساق شو بنفهم نفهم انه في ناس مننا مش راح ينجحوا يعني مش كلنا هاي معانا مش كلنا فهادي تحتاج طبعا كلام هذا هنطرق له بالتفصيل لما ندخل في عالم الـ quantifier في المحاضر الجان ان شاء الله هنوضح اكتر النقطة هاي نجح لها الـ 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 الان طبعا بيربط two proposition مع بعض لان هدا binary ليس مش زي ايش negation والرمز زي ما انت شايف اللي هي زي شكل شبيهة بموضوع التقاطع يعني تذكرنا في موضوع التقاطع ولاحظ الان هنا لترو ستيبل تعتها مترح بالأول انه يتميز بانه تعطيني true في حالة واحدة وحيدة فقط لما بيكون عندي لتو proposition قميتهم true معكينا انه الان لازم تحتاج على الاقل لتو proposition هانا بتربط between two proposition على الاقل ليست زي negation negation فقط بدها proposition واحد عشان تنفيه الترو ستيبل التعتن الاند هانا بتعطيني true في حالة واحدة وحيدة فقط لما بيكون غير هيك حدطيني ايش دايما false مثلا عايزين نقول احنا جينا مثال find the conjunction هاتلي استخدم الاند عشان تربط اللي هي p q مع بعض p هنا يرمز لل proposition today is a friday والq هنا is another proposition يرمز للجملة it's raining today فلو عايزين نقول هنا p and q هتكون عندنا today is a friday اللي هي ترمز لل p and it's raining today موضوع بسيط فبقول لي هانا طيب ماش هادي عبارة عن proposition وهادي عبارة عن proposition ممتاز هادي نفرض هادي true value تعتها true وهادي value يعني اليوم الجمعة وبرضو اليوم كانت بتمطر true true فالنتيجة النهائية تاع proposition النهائي هدا كله الان اللي كون عندها هادي الجملة كلها برضو صارت عبارة عن proposition ويش true value تعتها true هدا ملاحظة كتير مهم الان في الحال التان اللي نفرض النهائية هتعطيني مين false طيب ماشي اليوم مش الجمعة واليوم ما كانت شيء تمطر يعني التان false هيعطيني برضو false طيب لا اليوم كانت اليوم كانت الجمعة هي true لكن اليوم ما كانت شيء تمطر فالنتيج النهائي طبعا الجملة هادي كلها بعد ما ربطناها بالان برضو هي عبارة عن proposition لكن اسمه في الحالة هادي برضو false طبعا النتيج النهائية تاعته compounded proposition اللي عملنا compounded proposition عن طريق الان بيكون value تاعته true في حالة واحدة وحيدة فقط لما بيكون عندي two proposition or two بنفس الوقت وإلا هيعطيني داما وابدا false مثلا نجينا على الاكزامبل اللي هنا على exercise خالدتهم the sun is shiny ماشي يعني عايز بقولي هانا ايش يعني ال-p and the-q تركتي حكي لي هتقول لي ايش خالد at home and the sun is shiny بكل بساطة لان true's value تاعته حسب قيم هدول اذا كان لتنين true هيعطيني true وإلا هيعطيني false disjunction أو or تختلف شوي برضو نفس الشي هي نفس فكرة الان هي بتستخدم أو بنستخدم ها لربط two proposition يعني مثال عندنا هنا لكن لاحظ في true stable تاعته بيختلف شوي بأنه يعطيني false في حالة وحيدة فقط لهم بيكون اثنين false وإلا هيعطيني مين true وهذا شي طبعا اختلاف شبه تحس انه زي عكس الآن نوضح مثال هنا قلي today is a friday هاي البي البروبوزيشن الاول البروبوزيشن التاني رمز تلو بالرمز أو اللابل q it's raining today فلما نقول له هنا p or q عايزين نكتب ها يعني زي هنا حنقول today is a friday or it's raining today طبعا هو الافضل بالانجليز لانا كيه كلمة ايش اما today is a friday or it's raining today الان هنلاحظ either today is a friday or it's raining today هاي دلالة مين الor حين طيب ماشي today is a friday فرضا لو كانت true وال raining today كانت true هاي الجملة النهائية اللي هانا هيك هاي عبارة عن proposition هو compounded proposition صار compounded proposition باستخدام disjunction اللي هي الor ماشي الان ايش اللي تروز value تاعته true طيب لو كانت هاي false وهاي true شو النتيجة تاعته compounded proposition باستخدام هدا في حالة or لكن كلام ما كانش يصير معنا هيك في حالة الان لو كان اليوم الفرايد اليوم الجمعة بالفعل لكن اليوم it's not raining ما كانت اش تمطر فبالتالي باستخدام النتيجة النهائية عنده هنا true لكن اليوم لا هي الجمعة ولا هي raining today هانا هتعطيني ايش الفولس فالحالة الوحيدة كانت تعطيني false لما كان البروبوزيشن الاثنين يكون قيمتهم false اعتقدوا انه الصورة ايه واضحة مثال هانا عايزين disjunction خالد at home علي is library هنقول هنا p لاحظ or q اللي هتكون عنا خالد is at home طبعا هنقول either خالد is at home or علي is at library طيب نيجي ال operator الرابع اللي هو the exclusive or او the xor مختصر تاعه والexclusive or يعني تعال بالاول نشوف true stable لانه هل يعطينا فكرة بعدين نبدأ نشرح ايه الامثل عليه هنلاحظ في the exclusive or بيعطيني قيمة true في حالي لما يكون ايه مختلفات مع بعض لكن انتشابهم مع بعض هيعطيني false كمان مرة بيعطيني true فقط في حالة انهم بيكون القيمتين بتاعات two proposition اللي انا بدي اعملهم رابط او اخليهم لكم باستخدام الرابط xor هيعطيني true لما الاتنتين بختلفا عن بعض طبعا لتوضيح السيناريو مثال لما كنا نيجي نقول مثلا بيجي الجرسون بيقول مثلا هادي الميل او هاي الوجبة بتيجي مع soap or salad يعني بتيجي مع شربة او سلطة يعني السوب or salad comes with this meal معناته انه يعني لاحظ احنا مش هنتوقع انه هنقض اتنين مع بعض او الاتنين ما يجنش يعني اما هاتي جينا صوب اما هاتي سلطة اما هاتي هاتي جينا شربة اما اما اختار واحد من هدول انما الاتنين ما يجوش لا والاتنين يجو برضو لا مثلا للتوضيح برضو مثلا نقول لك عنا they are parent وال they are children وعايزين نفصل بينهم يعني مجموعة من الناس عايزين نفصل نقول الاباء على جهة والابناء على جهة فبالتالي هتلاقي انه يا اما انت parent يا اما child يعني هتكون يا تنتمي لهذه المجموعة يا تنتمي لهذه المجموعة انما انت ما تنتميش لا لهد ولا ما ينفعش او تنتمي لاثنين بنفس الوقت برضو ما ينفعش هتلا باب التوضيح هده ميزة مين ال they are teacher they are student يعني احنا مسلا بالجامعة احنا هنفصل بين المحاضرين وبين الطلاب طبعا هيكون هنا ex-exclusive or انه انت يا اما teacher يا اما student ما بنفعش تكون teacher و student بنفس الوقت وبنفعش ما تكون لا teacher ولا ان ex-exclusive or هنا بتعطين true في حالة فقط لما بكون القيمتين لtruth value تعتهم مختلفات عن بعض تمام طيب يعني مثال هنا لو جينا قلنا مثلا كلمة ex-or هنا الحين they are parent لو كانت هده true they are children مثلا هده false شو النتيجة النهائية تعت اللي هو البروبوزيشن اللي هنا هيعطيني مين false sorry معطيني true خلينا نقول they are parent مثلا they are children النتيجة هيعطيني مين false مش هنكبلها لكن they are parent لكن they are not children هده المنطقة هده هده حتبار هي true طيب they are not parent لكن هم mean children هنكبلها لكن they are not parent they are not children مش راح نقبلها واضح فاحنا لاحظ هنا لتروس هنا طبعا كل هده صارت حسب مين التروس لتاعت تاعت صراحة الوحدة الأولى مبينة غريبة فوقلي لانه حتعطيني false في حالة واحدة وحيدة فقط لما بتكون P هي true يعني الجملة الشرطية true وجواب الشرط false وجواب الشرط false وهذا هي الحالة الوحيدة لتعطيني false باقي هيك باقي غير هده القيم هده حتطيني كل true هذا المعلومات للعلم Q and P Q is necessary condition unless negative P هذا بس للعلم فقط هذا كلهم اللي هي معناهم اللي هي إيش F then كلهم معناهم الجملة نفس الفكرة تعالي نوضح إيش قصدنا في موضوع التوضيح التوضيح لتروس تابل اللي هان ليش هانا تعطيني false بالحالة هاي فقط مثلاً قيل اللي هانا It's raining هاي عند الجملة الأولى It's raining وهذا ال-P Q and the streets are wet يعني الشوارع عندنا مبلولة طبعاً هي إحنا التركيب بتاعها هنجي نقول If it's raining Then يعني If it is raining Then streets are wet حيك إحنا ركبنا يعني استخدمنا F واستخدمنا Then صح؟ حين هادي هي Q وهادي هي مين سوري هادي هي لا هادي ال-P محيها تمام هادي هي ال-P اللي هي It's raining وهادي وهادي مين وهادي هي الكيو الآن بقولي لاحظ هنا ها الحين إذا كانت الترو إذا كانت ترينينج والشوارع مبللة يعني الاتنين ترو كلام منطق الأمور طيبة الاتنين نتيجة نهاية ترو لكن مثلا قلنا هادي لكن هي طيب نقول نفرض إذا كانت not raining false متمطرش لكن الشوارع مبللة برضو فيش مشكلة ممكن يكون من مصدر آخر يعني مش شرط المطر يعني تبللوا مش من المطر من مياه من فيض بغض النظر من مياه من غسيل سيارة إلى آخره هذا كلام فيش مشكلة لكن لو قلنا هادي طيب it's raining كانت تمطر لكن الشوارع مش مبللة فانت ها هتقف هنا وانا الكلام مش منطقة ها عشان نيك عنا نقول هادي false طيب الشوارع الدنيا ما اضطرتش والشوارع مش مبللة برضو كلام منطقة هات فيش دنا مشكلة فهدا هي أنا بوضح لك انه هذا السيناريو الوحيد هنا أعطاني false انه بنفعش اذا كان الشرط هنا true لازم جواب الشرط ما يكون false ولا هيعطي false طيب نعطي مثال تاني مثلا احنا اخسيبنا من هاد احنا عايزين نوضح النقطة لان يعني مثال الآن انا قيل لك if i get sick هاي if i get sick فرضا هادة هي مين ال-p then you come to visit هادة هي مين ال-q حنا اطلع هنا طب انا if i get sick يعني انا مرضت وانت اجيت يعني الاثنين تروح فيش عبنى مشكلة الامور طيب لكن انا i get sick وانت ما جيتش تزورني انا طبعا حق ازعل هادة هي false طيب بلاش انا ممرضتش وانت اجيت زورتني برضو فيش مشكلة كلام منطق طيب انا ممرضتش وانت ما جيتش تزورني برضو كلام منطق ومش حازعل منك فمتى بازعل منك في الحال الوحيدة هاي لما انا امرض وانت ما تجيش ايش تزورني واضح بتمنى انو هيك احنا وضحنا فكرة ال-if then هنا احنا بيجي ل طبعا هاي امثلة ثانية يعني مثلا نفس الفكرة if it rains then i will take the bus هاي ترينز اللي هي P وال Q اللي هي مين انا ااخد البس فبقوللي هانا شو معنا التنتين لترو يعني لاحظ الحالة هي الوحيدة هانا اللي اعطتني فولز اولا بقوللي اذا كان ترينينج انا اخدت البس تمام منطقة جدا هنا انا كانت هي بتمطر وانا مركبتش البس هيقولوا عنا طب اش معنى يعني تتمشي في المطر ف it's false طيب هي بتمطرش وركبت المص فيش مشكلة هي بتمطرش ومركبتش البس برضو فيش مشكلة اتخدوا ان الامور هيك اصبحت واضحة بخصوص اللي هو الامبليكيشن اخر تعطيني هنا true بخصوص 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 في حالة واحدة فقط انهم لازم يكون المدخلات لهم نات ل true value يالاتنين true يالاتنين false ولاحظ هنا البي conditional هنا انها في الحالة هذه p implies q برضو q implies p يعني مثال عندنا مثلا you can take a flight انت تسافر و q عندنا you buy ticket يعني p هنا انك انت تسافر وهنا you buy ticket طيب ما شو الفكرة هنا you can take a flight ممكن انك تسافر if and all if you buy ticket انك يكون معك تذكر يعني بنفع تسافر بدون تذكرة بنفع طيب سؤال هنا لو جينا احنا هالحين انت you took a flight هان هاي انت صفرت وانت شارب تذكرة في مشكلة مشكلة كلام true واضح لكن انت سافرت يعني مثال هانا شوف اوضح لك هاي كمان انت هنا سافرت ومشاريتش تذكرة كيف يعني مش منطق فهذا false طيب العكس هانا طيب انت هنا سافرت وما كانش معك تذكرة برضو نفس الشي هاي يعطيني من false واضح فبالتالي هادا سيناريو بوضح هنا اللي هي نفس القيم واضح تعالوا نشوف هنا كيف نحصل على true stable نبني true stable لcompound proposition لcompound proposition اولا قبل ما نبني الموضوع لستخدم true stable لازم نعرف موضوع precedence الاولويه تاعت logical operator اعلى اولويه يمين الناط بعدين بيجي الان or imply بعدين الbe condition بالترتيب هاد تعالوا نشوف مسلا الجملة بيجي 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 اولا بيجي متغير عندي متغيران بيجي بيجي اربع خيارات اما الاثنين اربع خيارات لا خامسا لهم طيب لو كان عندي اول شي انا اجيب الان بنفعش بالاول لازم احصل افك من اللي هو النجاتف لانه نجاتف لها تصير ايش false واذا فالس واذا فالس و الفالس فالس فالس و الترو برضو فالس فلاحظ احنا هيك حصلنا على اللي هو النتجة النهائية طبعا نفس المبدأ هان انا هنا بالاول لازم اعمل النغاتف اللي كي احصل عليها نفس الشيء وهنا بدي اعمل بينهم ال or فترو or الفالس هيعطيني true true or true هيعطيني true false or force هيعطيني false false or true هيعطيني true هيك احنا حصلنا على ال true stable تاعته ال compound proposition اللي هو هذا. احنا زي هيك عشان توضح الصورة الان عندنا هانا هذا compound proposition استخدمنا فيه يعني اوبراتر يكتير في عندنا هاي ال or وهي ال and وال not وال imply واللاحظ الاقواس كمان هانا والاقواس هدي ميزة مهمة الاقواس هانا طبعا بالاول انا بدي اعطي الاولويه لمن بدي احلل الاشكال يعني عندنا فيه عند القوس اللي هان والاقواس اللي هان حبدا من وين بالاشمال بالاول هذا لو فتحنا من جوا فيه بينهم بس اوبراتر واحد فهو اول شي احنا اعملهو هنيجي نقول له اناك عايزين نعمل بينهم or true ل true true ال or بينهم true force true والforce و true true طبعا هذا كله بنان حسب true stable تاعت مين تاعت ال or الوحيدة عندنا اللي هي false اللي هاد طيب نيجي الان خلصنا هاد عايزين نشتغل مين انا الشقة التاني اللي هانا هيك بعد ما نخلص هاد بعدين بنعمل بين هاد والتانية اللي هو مين الان يعني هاد الان هاد نعمل اخر شيء واضح؟ طيب هانا هادخل على هاد في الاول في عنده imply وفي عنده النط مين الاولوية الاعلى؟ النط هبدا تجيب اللي هو ال negative P هانا في ال negative P هانا عنده فيه خطأ هانا في الحال عشان يعني ضروري تعادلوا الكلام هادا في النوت تاعكو هانا عندنا نط ال P هاي ال P ايش النط تاعها؟ يعني اللي تروح تعطيني false تمام نط اللي true هاد لازم يكون ايش false نط الفولس فولس لا هده هتكون ايه؟ true بعدين عندنا false نط الفولس لترو يبقى هاد بس عندنا هتكون ايش؟ هاد فولس هيك هانا نعدلها هاد فولس كمان مرة ها هاد true طيب بعدين مدام جبنا النط لان نعمل بينها ال imply دربالك ال imply عشانا نذكرك not ال P imply imply مين لكيو تعبتك تبقي متى Q هانا هاي الكيو وين الكيو اللي هي true عشانا نقربهم عن بعض بعدين F فولس true هاي هقرب بنقل من هنا انا جاعد وهانا مين؟ الفولس الحين فولس امبلايز لترو فولس امبلايز الفولس برضو ايه؟ true true امبلايز لترو true true امبلايز الفولس هاد هي الحالة الوحيدة اللي بكون فيها ايه؟ فولس هيك صحب لان خلصنا هاد عايزين نعمل الان بين هاد ومين؟ ومين؟ وهادي اللي هي ايش؟ الاند اللي بينهم فحنقول هانا true و true ايش بيعطيني؟ بيعطيني true تمام true و true بيعطيني ايش؟ برضو كمان مرة true هاد بتعديل الان true اند لترو هيعطيني true هاد صح فولس اند الفولس هيعطيني ايه؟ فهدا هي الناتج النهائي او اللي هو true stable تلتعك الكمباونتو بروبوزيشن اللي احنا شايفينه هان اعتقد ان امور بسيطة ووضعها طبعا هاد مثال تاني نفس المبدع نفس الفكرة هانا يعني نحله نعم ممكن نحله هانا بكل بساطة لان هانا لترو اول شي انا عندي هاي الكمباونتو بروبوزيشن هنست اول هنفك مين اللي هو القوس اللي هان بعدين الاقواس اللي هان بعد ما نخلصهم بعدين هنعمل بينهم مين lexuclusive or الان عنا الimply p implies لq بتعطيني false فقط في الحالة هاي لما بكون عندي هاي true والباقة حيعطيني مين true ارجع للtrust table تاعت حتلاقي الامпلاي حتلاقي الكلام الناتجة اللي هانا الان بالاول هان لما دخلت في الاقواس التانية هاجيب بالاول زي ما ما قلن عليك الاول لولا الى negative negative leq 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 طيب هاي ال-P عنا هان هيك وهاي ال-Negative-Q هان هيك يعني انا تركيزه وين هان عشان ما نخربطش وين وهان هاي حنجيب الان P-B Conditional ال-Negative-Q متى بيعطيني ال-Output تاحهم True لما بيكونوا Identical لان True وال-False هيعطيني False لانهم مش شبه بعض لكن True وال-False هيعطيني True False وال-False هيعطيني True False وال-False لانهم اختلفوا عن بعض هيعطيني False ارجع لموضوع True Stable بتاعت ال-B Conditional حتى تابعا نفس الناتج هان طيب خلصنا الان احنا الشق اللي هان هيجهز والشق الاول انا اريدي انا معامله وهاعمل بينهم الان ايش XOR ال-XOR عشان اذكرك لما بيكونوا بيختلفا عن بعض هيعطيني True لكن انت ساون هيعطيني False فبالتالي True وال-False هيعطيني مين True False و-True برضو True True و-True مدام زي بعض هيعطيني مين False اكسل بكم True و-False هيعطيني مين True اصبح هذا هو الناتج النهائي هذا هي لتروس value او table اللي هي خاصة بمين بالـ compound الـ proposition اللي هو هما واضح؟ طيب طبعا هنا مستخدم هنا ثلاث يعني عمل لي ثلاث proposition اللي سمونا بالأول P والتاني Q والثالث R مدام ثلاثة يبقى هيعطينا كم قيم هان ثمن قيم يعني دول اكتر من يعني هما مرة الثلاث صح هاي الاثنين صح وهذا الفالس فيش غير هيك خلاص لكن اتنين لو كان عندي اتنين proposition زي P و Q اتنين اتنين بعطيني اربعة يعني اربع خيارات عندي اربع احتمالات مين هما true و true true false false و true واخر شي false و false هاي اربع خيارات طب اتنين لو كان عندي ثلاثة proposition اتنين و ثلاثة زي المثال اللي هنا هيعطيني ثمن خيارات من الثمن خيارات هاي هم true 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 false true false true الاخرة واضح ليش بطلع عندنا ها انت من خيارات مهم هاي النقطة طيب الان نيجي لعملية كيش بننا نحول او نصير ال compounded proposition ونترجم ال English sentences يعني لنتوضيح الصورة مثال هانا قل اعتبر انو P هي ال proposition swimming at the gaza the shore is allowed يعني السباحة على شط غزة مسموحة هادي مين هادي statement proposition اللي احنا رمزناها بالرمز مين q الان ال p ال q هانا اللي هي sharks have been spotted near the shore تم مشاهدة اللي هو الشرق سمك القرش بجانب الشط هادي قيمة مين the q فبقول اللي هانا express each of these compounded proposition as english sentences حاضر فمعطين هو هادي هادي not the q طب وين the q the q اللي هي sharks have been spotted near the shore النط هانا 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 ايش هتسير عنا sharks have not هانا شايف هانا هانا not been spotted near the shore موضوع بسيط طيب هانا لو قلنا طيب p and the q هادي l'an p and the q يبقى هنقول swimming at the gaza shore is allowed and sharks have been spotted near the shore شايف swimming at the gaza shore is allowed هادي كانت قيمة p وضفت لها من اللي هو operator اللي هي mean and وهنا sharks have been spotted near the shore اللي هي قيمة لq موضوع بسيط طيب نيجي هان للجملة اللي بعديها not p or لq يبقى حننفى بالأول من p يبقى هنقول لك swimming at the gaza shore is is not allowed هادي النط هي اللي خلات لي نفات لي مين p وجود النط اللي هنا هالحين كلمة or اللي هنضف هاي or شايف or sharks have been spotted near the shore هاد قيمة مين طبعا كان ممكن نكتب هانا either swimming at the gaza shore is not allowed or sharks have been spotted near the shore يعني ممكن نضيف نحط هانا كلمة ادار كلام انجليزية تنتين صح فيش مشكلة طيب ال d هنا مثلا معطيني p implies not like you طبعا مدام حطيت الاشارة اللي هانا هي اول شي not like you يبقى هنمشي ها شايف sharks have not been بحيضيف لكلمة not been spotted near the shore نفال مين هادي not مين هادي الان قصة imply هنحط هنا if if وهنحط ميل لجوة بالشرط الدن موضوع بسيط يعني زي ترجمة حرفية هنا نمحي هان موضحيك not like you بس انتبه هو حط لي مين بالأول not like you مين like you اللي هي sharks have been spotted near the shore فهنا بيقول لي طبعا بعدين هاستخدم f يبقى بالتالي sharks have not been spotted near the shore هادي اسمها not like you واللي هانا اللي هي p ايش ال p اللي هي swimming at the gaza shore is allowed وهنحط طبعا بينهم هانا ال if and then فهنا كتبنا if وضيفنا هانا ايش then واضح نوضوع بسيط هانا عامل نفي نفي فهتصير هنكتب ايش if swimming at the gaza shore is not allowed هاي not p then هدا طبعا تعت ال imply يعني sharks have not ها كمان مرة اللي هي هادي اسمها not ل q طيب ماشي هانا لان نفسا تعت هادي if and all if فهنا بقول لاحظ هانا swimming at the gaza shore is allowed هادي قيم ايش ال p هاي كتبتها if and all if اللي هو not like you if and all if شايف اللي هي الرمز هاي تعت اللي زاهيك الرمز هاد sharks have not have not been spotted near the shore هان نفس المبدأ هان اقل not p هان يعني swimming at the gaza shore is not all خلاص الحين هاد الفاصلة يعني هنقبل الهو and هنصار جملة تانية هنصار هاد كلها ايش هاد هنجملة اللي حطينا هنا الفاصلة بس للتوضيع طبعا هنعمل or either or either swimming at the gaza shore is allowed or sharks have not هاد negative cue فلاحظ هنطلع الغيمة either swimming at the gaza shore is allowed or هاد ال or هاد الرمز اللي هنا sharks have not been spotted near the shore و هاد زي ما انت شايف negative اللي هي cue ترجم حرفين الكلام هيك احنا شوفنا بعض مثال بيجيب لي اللي هو compound proposition ل exposition زي هيك وبنحاول لنحاول لنحاول الانجليش sentences طبعا هدول نفس الامثلة نفس الفكرة هانا قيل لي let p and cue the proposition طبعا p المعناها انا شريت lottery ticket this week qi one the million dollar jackpot يعني احنا express each of the following as english sentences طبعا هدا ما ترك لقلك انك انت تجاوب راحتك يعني مسلا سؤال اللي هنا بكل بساطة p هده if يعني بقول لك انا bought p من نفس الشي i bought lottery ticket this week او هنا عكسة يعني i won the million dollar jackpot if and only if i bought a lottery ticket this week i bought i won i won a million dollar jackpot أو unless يعني بمعناها انه ايه انت مربط الشرطين مربطين مع بعض طبعا هنا اعتقد نفس الشي زي المثال اللي فات وهذا نفس المبدأ هترجم الكلام هدا له english sentences هان الان جمل تانيين لاحظ هان الان العكس هان الا exercise معطيني انا هاي p it's below freezing تحت درجة التجمد وال q it's snowing طبعا كتتلج فقال هانا write these preposition using p and q and logical connectives اللي حكينا عنهم اللي الoperators including negation طيب حلا منجو نقول هانا it's below freezing and snowing طلع it's below freezing and snowing يعني it's below freezing اللي تاعت p والsnowing تاعت لك واش بينهم الان واضح عكس اللي هو الكسير سايس اللي قبل هالحين it's below freezing but not snowing يعني نفس الشيء طبعا في and بينهم مكلمة but ترمز للآن يعني مش شرط نقول it's below freezing and but not snowing هي بتنفهم ضمنا انهم ايش بينهم الآن لكن هو عمل هنا p and مع مين مع negative q it's not below freezing عكس نمين الآن p وبرضو عكس نمين لq وعمل بينهم مين الآن واضح it's either زاكر either or له بينهم or تلاحظ هاي شايف p or q it's below freezing it's also snowing if اه نعم if it's below freezing هاد الif هنستخدم الاشوارة تاعت the imply if it's below freezing then it's snowing او it's also snowing هذي ما ترمز لل then برضو نفس المبدأ either it's below freezing or it's snowing هاد الجملة لحالها اللي عبارة عن هاي هاد بينه p q or حين البط اذكرك في البط اللي كان ترمز لمن للاند حطينا الاند if it's below freezing هنستخدم mean الام ply مادام if below freezing اللي هي طبعا p then it's not a nafe mean nafe snowing يعني nafe mean nafe q فصرت الجملة النهائية عندنا مين اللي هي الجملة هاي تمام طيب هاد طبعا امثلة exercise برضو ضروري تحلهم لانهم هدولا بيوضحونا يعني مثال عندنا determine whether these be conditional are true يعني القيمة تحت true ولا false الان مثلا نجي عنا حسب طبعا true stable تاعة الbe conditional 2 زائد 2 يساوي 4 هاد قيمتها ايش هاد proposition وقيمة true if and all if اللي هو طبعا نظام ذكرين be conditional 1 زائد 1 يساوي 2 هاد true طيب true be conditional true بعطيني مين true 1 زائد 1 يساوي 2 هاد قيمتها true if and all if اللي طبعا conditional 2 زائد 3 يساوي 4 هاد false وقيمتها اعطيني false حسب true stable تاعة حين هنا 1 زائد 1 يساوي 3 هاد مين false if and all if monkeys can fly monkeys can not fly بقيم هاد false 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 ايش بعطيني true حسب true stable تاعة الbe conditional صفر اكبر من واحد هاد false if انا اقول if اتنين اكبر من واحد هاد true لان true be conditional false بعطيني مين بعطيني false الاخره حانا طبعا هاد ال if then ال if then طبعا احنا اتفاقنا لما بكون عندي if true then false هاد هي الحال الوحيدة اللي بيكون عنا false والبقى هايعطيني مين true true الاخره طبعا امشى الكلام هادا يعني مثال مثلا ايجي نقول لك اهي مثال لهنا if واحد زياد واحد يساوي ثلاثة ربعا false then اتنين زياد اتنين يساوي خمسة وهاد false شو القيمة تاعدها true لانو بينهم ال if طلع ال true stable تاعد ال if لكن مسلا تعال نشوف مسلا الجملة تعال هاي مثلا هاد الجملة واحد زياد واحد يساوي اتنين هاد true dogs can fly الكلاب بتطير يبقى هاد false نعم فبالتالي القيمة النهائية تاعد ال proposition هادا كله هاي يعطين false واضح طيب هادا امثلة ثانية برضو هانا عشان construct true stable زي ما شفنا في الامثلة في بداية المحاضرة طبعا زي المثال اللي عنا هيك هو بالاول مثال زي هانا فالاول شي هنبدأ بالقواس اللي هان وحنجيب اللي هو condition تاعها ال imply بعدين طبعا هنجيب الاول هنجيب negative q بعدين negative b بعدين نعمل بين negative q و negative b اللي هو برضو imply بعد ما نخلص هاي هاد احنا خلص ناها والاول احنا خلص هاي هنعمل بينهم اللي هو b conditional حسب true stable نفس الشي طبعا امثلة كتير هان بس هذي كلها هتاخد وقت كتير في الحل بس هنعم بتعزز بتوضح لك وحكيك هتكون انت فاهم بالزبط كيفية constructing true stable لأي compound proposition قد ما يكبر طبعا في مثال من الامثلة اللي معانا انه هانا مستخدم three variable لاحظ هاي p implies q هذه xor negative b b conditional negative r يعني اكم عندي اكم proposition عند ثلاثة r و proposition p proposition q وبالتالي هاي التروس table تعدها هتكون مكونة من 8 اسطر لانا في عندي 8 احتمالات لالها واضح هيك اعتقد اجتم عنا يعني هيك احنا وصلنا هذا برضو نفس المبدأ انا معطينا التروس table لكل القيم اللي هنا هيك بكون وصلنا لنهاية المحاضرة اكملنا تكون محاضرة واضحة ونراكم ان شاء الله بالمحاضرة الجاي ويعطيكم الف عافية